السلام عليكم متابعي قناة هواية نتيوب الأعزاء دعما لنا لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك بالغناء لنستمر بنشر المزيد من الفيديوهات مع بداية العام الجديد عادت التحديات لمواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى حيث أطلق مشاهير العالم عبر الانسترغرام تحدي العشر سنوات 10 Ears Challenge ليصبح أولى صيحة الانسترغرام في هذا العام هو هذا التحدي الذي قزت صوره صفحة متابعيه حيث ينشر عدد كبير من الناس والمشاهير صورا لهم منذ عشر سنوات في مغارنة بين الصور في عام 2009 وعام 2019 ومنهم من ظهر عليه الاختلاف واضحا كثيرا ومنهم من ظهر وكأن العمر لم يمر أبدا ويمكن اعتبار هذا التحدي من أكثر الأنواع جراء والذي يظهر في ظل تطور الكبير السائد في العالم التجميل وتصالحا حقيقيا مع الذات ومع الشكل السابق وكانتا الشغيقتان هدغطان ومناغطان من أولى لوات نشرنا صورهما منذ عشر سنوات واليوم ويمكن القول أن الجاذبية سيدة الموقف ذلك نجمات هولود شاركنا في التحدي ومنهن جيسيكا بيل التي نشرت لها صور منذ لحظات قليلة والتي تظهر فيها متألقة في الصورتان فلو نشعرها هو فقط الذي لفت النظر في التغيير وكذلك ريز ويذرسبون قبلت التحدي ونشرت صورة لها منذ عام 2009 نعومة ملامح هذه النجمة الشقراء في خدمتها على الدوم وصورها على تويتر خير دليل على ذلك ووصل هذا التحدي إلى عالم كرة الغدم فبين من شارك صورته اليوم وصورته قبل عشرة سنوات شارك مشجعوا بعض الأندية بأسلوب ساخر من الفرق الأخرى المنافسة سأستعرض لكم بعض الصور من أطرف وأبرز المشاركات في هذا التحدي حيث شاركوا مشجعوا نادي أرسنال وسخروا من الخصم توتو نهام بصورتين للخزانتين متطابقتين فارغتين في إشارة لقلة الجوائز التي فاز بها توتو نهام ما أجرى ما نشر في هذا التحدي كانت السخرية من نادي في لابيزينغ الذي أسس قبل عشر سنوات فقط أيان رايت وألان شيرشير كذلك شاركوا في التحدي ونشروا لهم صور بلا ربطات عنق أو سترات رسمية ولا يزال النجمان صديقان على الرغم من مرور الزمن ومن المشاهير العرب الذين شاركوا في هذا التحدي شارك المخرج عمر سلامة في هذا التحدي بهذه الصورة كما شاركت الفنانة رانيا يوسف في هذا التحدي فأكدت جمهور أن ملامحها لم تتغير كثيرا إلى الآن وشاركت إيناس عز الدين نجمة عرب آيدل في هذا التحدي ونشرت لها صورة قبل عشر سنوات لتثير ذهولة جماهير بالتغير الكبير في ملامحها كما تشاهدون شيماء سيف فشاركت بهذا التحدي بطريقة ظريفة جدا لتنشر صورتها مع صورة النجمة هيفاء وهبي في إشارة منها أنها ستكون هكذا بعد عشرة أعواب وعلقت على الصورة بما فيش مستحيل وكذلك مشاركت الفنان عمر وهيبة كان الضريفة للقاية في تحدي العشر سنوات حيث قارن صورته وهو مراهق مع صورة للنجم العالمي كريس هينث سورث ولم يقتصر التحدي الجديد على المشاهير بل شهد أغبالا واسعا من الناس العاديين وحظي موقع فيسبوك على وجه الخصوص بألاف المشاركات للمستخدمين يقارنون بين صورهم القديمة والحديثة ووصل عدد التغريدات عبر موقع تويتر إلى أكثر من 120 ألف تغريدة والصورة التالية توضح أكثر الأماكن انتشارا للتحدي في الدول العربية ولا يزال التحدي مستمرا إلى الآن وفي النهاية إذا أعجبكم هذا التحدي ولديكم الجرأة الكافية لماذا لا تشاركوا فيه؟ أما أنا لدي الجرأة الكافية ولكن ليس لدي أي صورة منذ عشر سنوات شكرا لكم على حسن المتابعة ولا تنسوا أن تتركوا لنا رأيكم في التعليقات عن هذا التحدي شكرا لكم